مسؤول تركي يعلن تحرير رئيس أركان الجيش خلوصي آكار الذي احتجزته القوات الانقلابية وتم نقله إلى مكان آمن خلوصي آكار من مواليد عام 1952 ولد في مدينة قيصرية بتركيا هو رئيس أركان الجيش التركي منذ أغسطس عام 2015 اختاره مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى ليكون خلفا لرئيس الأركان الأسبق نجدة أوزيل عام 2011 تم ترفيعه إلى رتبة فريق أول بعد أن كان قائد للقوات البرية عام 2007 انضم آكار إلى المدرسة العسكرية للقوات البرية عام 1972 وقد تولى مناصب عديدة في القوات البرية في الجيش التركي رفاه السعد العربية